نز مالك في نفس الوقت أصدر برضو قرار وأعتقد أنه قرار قوي جدا بالنسبة لما يحدث في الكرة المصرية في الوقت الحالي وإن إحنا بنتكلم إحنا عايزين بطولات بتاعتنا تنجح عايزين الأمور بالنسبة لنا تبقى هادية في الكرة المصرية بعيدة عن المشاكل اللي حصلت في مباراة السوبر وبعيدة عن القرارات بتاعت انبالح وده اللي أنا بقوله أنا من حق أن أنا أرفض الطلب من حق أن أنا أو أرفض العقوبات أرفض أي حاجة صدرت مني بأمور رسمية وبأمور خاصة بيا كنادي بتشوف أن أنا مظلوم لكن ما ينفعش أبدا أنا من وجهة نظري الشخصية أن إحنا نعمل فرقعة كبيرة جدا في الكرة المصرية أو لصالح الكرة المصرية ما ينفعش أن إحنا نقول أن إحنا مش هنلعب دول أو مش هنكمل بطولة الدول نانت زي مالك النهاردة بيوزي القرار بأنه هو مش مكمل بطولة الدولة أو مش هيمتواجد في بطولة الدولة وهنسحب من بطولة الدولة وناء عليه صدر القرار للمعسكر الخاص بنادي زي مالك بأن العيبة يروحوا بيوته ده بالنسبة لنادي زي مالك أنا مش عايز أعقب أكتر من كده لكن في الآخر وفي الأول إحنا بنحاول نعدي مراحل كتير جدا في كرة القدم يعني لازم ندرس العواقب اللي بنطلع منها من خلال قرارات موجودة إحنا بنطلحها ده مهم جدا 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 أنا ما أعتقدش أن الأمور بالنسبة لنادي الزي مالك أو النادي الأهلي تتطرق أن إحنا ما نلعبش الماتش أو ننسحب إحنا الاتنين من بطولة الدولة ده أعتقد أن ده مهم جدا أن إحنا الناديين الكبار دول هم أساس الدوري والكرة المصرية فبالتالي وجودهم سواء وجود نادي الزي مالك في الدوري أو وجود نادي الأهلي في الدوري بشكل طبيعي ومتشاط راحة جاية في المواعيد اللي بيحددها اتحاد الكورة ولجنة المسابقات أعتقد أنها مكسب للكورة فبالتالي أن إحنا نتطلع قرار بإسم نادي كبير بالشكل ده أن إحنا أو النادي الزي مالك نسحب من بطولة الدولة أعتقد أن ده شيء أنا بشوف أنه هو ما ينفعش يبقى موجود في لفظ أو زي ما نقول الدكشنري بتاع الكورة المصرية ما ينفعش قبل أن إحنا نقول إحنا ننسحب نادي كبير ما ينفعش نقول إن إحنا ننسحب ده يمكن النهاردة بالنسبة للقرارات